أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل انظروا لعبد من تطوع فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه تميم الدار أيضا فإن انتقصها فيقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم كما في الرواية قال وهو أعلم وهو عالم عز وجل انظر هل لعبد من تطوع فإن وجد له تطوع فيقول الله عز وجل أكملوا به الفريضة ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك الأعمال المفروضة كما في الرواية الأخرى تؤخذ على حسب ذلك الصوم انتقص منه شيئا هل لهو صيام تطوع يكمل الحج وهكذا سائر الأعمال